بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسالين إن شاء الله دائما تكونوا بخير والخير وتلقى في بديتي بالصحر وسلام وساعدة إن شاء الله حابة بقلبي اليوم ديت لكم بهذا المنظر يعني رأى عدنا التلج كثيف تقريبا نسب متر يعني كثيف والحركة لها مشلولة تقريبا والسيارات متوقفين كوشي متوقف يعني لازم تتكل على رجليك وتروح باش تشريه لازم وإذا قدرت إن شاء الله قدني ننزل وندي لكم فيديو يعني باش تشوفوا التلج يعني في تماما حابة اليوم حابة شوفوا هذا المناظر يعني التلج كاتيف صلوية تقريبا يومين رهي تساقط بدون توقف شوفوا هنا وين نسكن هنا مجيت يعني صورت لكم غير من الفوق عدنا إن شاء الله هنصور لكم تاني يعني من بعد وتشوفوا اليوم حابة بقلبي جبت لكم وصفة جميلة جدا وسهلة وسريعة وصفة عاشها أو غدا أو فاطور يعني طب في رمشة عين وانتي ترتي أحلى طبق شباب بالديد يعني مكونات بسيطة سهل وسريع وما فيه لها مكونات لولو دائما نجيب لكم سهل نتمنى إن شاء الله يعجبوكم فيديوهاتي وتدعموني وتشكوا في قناتي وتفعلوا لي الجرس بسولكم أي جديد بسم الله كي ما راكم تشوفوا هنا حابة بقلبي كتبكم طبقا لديد وشباب ورائع وخطير وشباب وسهل يعني وسريع يعني وما يكلفك شوفي الساعة تغيري تاني شبية هنا بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ لبركة الله كان عندي صدر دجاج أو عندك لحم مفروق أو يونداشي يعني ديريها أنا قدرت صدر دجاج كان عندي بجمد أربيتها اللي ما عندهاش يعني الأشواغ ولا ما عندهاش المفرامة ولا يعني تقبضغط جمد الحم وتحكه يعني تبرشة كي ما هاكا يخرج لها خير من هادك تعال الأشواغ اللي تطحني فيه وكل شيء سريع وسهل كي مرة أرى أني نوري فيكم هنا الطريقة كنتكم حابا يبقى لبي هذي طريقة سهلة وبسيطة جمدي الحم مليح مليح ومبعد تبدي تربي فيه كي ما هاكذا غات يجيك يعني لحم تقليرا كي تحناته ويجيك أفضل من الأشواغ بالنسبة لهنا يا حابا يبقى لبي هنا كي ما راكم تشوفوا هنا يا بعد ما سويت هاذا كل الحم وسويته درت فيه شوية قص مع الدنوس ودرت فيها شوية ملح شي حبك هلا ودرت هدوائر هاكا وحفرتها من الداخل وحطيتها في البلا بعد ما درت الزيت في البلا من بعد في البايريكس أو البلا من بعد جبت حبة بطاطة تاني كذلك كفيتها أو سلقتها ودرت فيها شوية ملح وشوية حبك هلا وخلاص ودرتها في الوسط هذيك تعل الكورات تعلح من اللي حفرتهم من الداخل طبق سهل وسريع يعني ما يكلفكش وتقدر يديه هنا عاودتكم حبيب قلبي بعدما يعني ربيت الحم يعني درت فيه المعدنوس شوية زنجبيل شوية حبك حلا ودرت فيه البايركس درت فيه شوية زيت وحطيتها كدوائر وحفرتها كدوائر والبطاطا تاني يعني فيتها ودرت معها شوية ملح وشوية حبك حلا وخلاص ودرتها في الواسطة هذا كل الحم بالنسبة للصوصة هنا حبيب قلبي تحب تدري يعني الطماطم المصبرة او تحب تدري الطماطم يعني الأخرى انا درت هنا محبيت تنجرب الطماطم بتاع المصبرة كيفاش تجي هنا ودرت معها التوابيل الزنجبيل الفلفل الأسود والفلفل سؤل شوية كومون شوية ملح ودخلتها بين هذا الدوائر على اللحم المفروم والبطاطا وهنا تدخليها هنا طيب حبيب قلبي انا منذرش الجبن هنا حتى شفت اللحم كينشوف اللحم اللحم طاب شوية نضيف عليه الجبن هنا بعدما طاب لي انا نضيف الجبن هنا أمامكم لأن الجبن دائما نخليه في المرحلة الأخيرة لأنه اللحم مرش طيب لو كانت تدري اللحم في المرحلة الأولى غاديتتحرق لك وما يطلب لكش اللحم يعني دائما نعقدكم عليه 180 درجة من تحتو من الفوق البطاطا طيبة واللحم متع الجبن في الساعة يستوي وكي ما قلت لكم تبغيت ديري بيونداشي في بلاصة لحم متع الدجاج ديري ها وهنا بعدما اخرج لي حبيب قلبي من الفرن وحمرت هذا الجبن شوفوا قلت لكم طابق الديد وسريع وسهل وبسيط والديد ما نحكي لكمش يا حبيب قلبي انتمنا ان شاء الله تفهمتوا الطريقة طريقة سهلة وبسيطة وسريعة ويعني يديريها وهنا يجيك الديد 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 شوفوا يعني صدر الدجاج دالي يعني ثلاث ثلاث دوائر يعني كبار يعني شبعوا واحدة تشبعك اتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم ودعموني وما تنسوش لايك من فضم فضلا ولا سأير مروا وإلى اللقاء في فيديو الجيدة